مراحل حاضر أنت بتقول عليه يا شامل يا الكشيهات والغاية قولة وتانية بداية وكده بيبقوا شايفين الحاجة من وجهة نظارنا في العموم فلو أنا كولية أمر استقبلت السنة الدراسية والمدرسة على أنها حاجة مهمة وفي نفس الوقت حاجة آه فيها ممكن تكون فيها بعض الصعوبات بس دي حاجة فيها حاجة حلوة والأمور تمشي ومنظمها ومرتبة حياتي وليدي هشوفه المدرسة كده لكن لو أنا وليت أمر شايفة أن المدرسة دي حاجة تقيلة والصحيان بدري ده حاجة سخيفة والمدرسة وطلباتها والكلام ده كله بالتالي ولادي هيشوفوا المدرسة برضو بنفس الشكل يعني أنا المسؤول بالنسبة كبيرة لأن الولاد البيئة الأولانية اللي بتعلموا منها هي البيت نظرتهم للأشياء وبيشوفوا الأشياء إزاي هو البيت وأهم حاجة في البيت هي الأم لأن الأم هي اللي قاعدة مع الطفل أكتر حاجة فنركز بس في النقطة دي إحنا إزاي كأمهات بالذات عشان الأب يبقى في معظم الوقت بره بنتكلم عن المدرسة إزاي شايفينها بأنهي شكل يو دي المدرسة قربتية هنصحى البدري تانيو والمدرسة والمدرسين فلو إحنا بنتكلم كده مع اللي حوالينا عن المدرسة بالشكل ده طبعا الولاد هيبقوا شايفين المدرسة بالشكل ده لكن لو إحنا عملنا معاها على أنها لأ دي حاجة مهمة دي زي الشغل ولازم نتعلم ودي كمان مش بس هنروح وتعليم وبتاع لقد إحنا نقابل صحابنا ويبقى فيه أنشطة والبيت يتنظم وأنهم يتنظم فلتلاقي الولاد برضو بيستقبلوا المدرسة ببعض كده الحماس وأنهم ما يقابلوا صحابهم وأنها حاجة لطيفة